لأنها الأعظم رضا الله تعالى والدار الآخرة فلا تتنازل عن هذه الآية ولو فقدت الدنيا كلها فكيف وهي تستمتع بما أحلى الله اشتركوا في القناة فإنها عبادة لربكم ومن رزقه سبحانه لكم فأكثر من شكره سبحانه على ما رزقكم ويمتد وقت الذبح إلى غروب شمس اليوم الثالث عشر وهو آخر أيام التشريح التي لا يجوز سيامها لأنها أيام أكل وشرب وذكر لله تعالى كما جاء في الحديث الصحيح ولتجتمع في هذا اليوم العظيم القلوب المتباعدة ولتمسط فيه الأيدي المنقبضة كونوا عباد الله إخوانا أزيلوا ما في قلوبكم على بابكم ضروا بوارنيكم سلوا أرحمكم أحسنوا إلى جيرانكم وأدخلوا السرورة والسرورة على أهلكم وأولادكم تمتعوا بما أحلى الله تعالى لكم احذروا المنكرات فإنها شر ووبال على أصحابها في الدنيا والآخرة ولتنسوا إخوانكم المبطهدين في مشاهدة الأرض ومغاربها كونوا بقلوبكم معهم خففوا عنهم مصابهم أكثروا من الدعاء لهم سلوا الله تعالى الأمن والسخران والعافية في البلاء والعافية من البلاء فإنه لا أوسع من العافية ولا أضيق من البلاء ولا أفقل من السم والرم الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر لله أعادهم الله تعالى علينا وعليكم وعلى المسلمين بالإمن والإيمان والسلامة والإسلام وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبيك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والحمد لله رب العالمين والحمد لله رب العالمين والحمد لله رب العالمين المترجم للقناة المترجم للقناة المترجم للقناة المترجم للقناة المترجم للقناة المترجم للقناة